بعد مغاينة سد ودي خلفون في منطقة سدي الصوفي بلدية الأدمون والترمسان من قبل المصالح الإقليمية لدرك الوطني تم اكتشاف نفوق عدد كبير من الأسماك المتواجدة في السد وحسب مصادر النهار فإن عناصر الدرك خذت عينات من مياه السد وتم إرسالها إلى مخبر بوشاوي بالعاصمة في انتظار ما ستصفر عنه نتائج حيث أكد بعض الفلاحين بالمنطقة مياه السد أصبحت ملوثة وغير صالحة للساقي وهو ما قد يشكل خطرا على منتجاتهم الفلاحية أمين مسعودي رصد لناتالية هذا البارج هذا حلها بتفليقها قاع بلك في 2000 ولا في 99 قاع العام اللي جاء جاء جام يتنقى هم أخذ من الله اللي باشدو باش المومو يتنقى راه ملوث ما يصلحش ما يش نشقه بها نسيمانة ولا فايت ما يشقه بها دي جارك تشوف فلاحك راه دير كش نلحو تمات ولا أخر ما بغناش نزيد نسقه مضرورة المياه بالمياه حنا ركتو بعين كش راه صاري حاجة أي وران نستوى النتائج اللي تخرج وش تي يسرحوني يحبس كمارانا هاك ترجمة نانسي قنقر